صباح الخير او مساء الخير يا برج الخوت. فهنبدأ ببرج الخوت القراءة العاطفية. وان شاء الله خير باذن اللي ان شاء الله. تعب نشوف الطاقة العامة لبرج الخوت والشريك كمان. دي طاقتك يا برج الخوت انت حاليا زي ما تكون بتفكر تبدأ شيء جديد. بتفكر تبدأ حياة جديدة. بتفكر تبدأ مشروع مسلا اي شيء. ومحتار ما بين امرين. هنشوف كده اللي بعدها. انت الظاهر كده خارج من علاقة فيها انفساد. ويعني محوط على مشاعرك بطريقة يعني جامد قوي. ولمنت يعني كل اللي فاضلك. وبدأت ان انت تشوف بقى طريقك قدام ايه? ده من الاخر يعني. اوكي? ولو اعتبرنا دي طاقة الحبيب. فالحبيب بيرقبك. وابيرقبك مرقبة جامدة قوي يعني. ممكن تكون مش ملاحظوا لانه مخاب بنفسه بص عطيسة نفسه كده. بس كان في انفصال وانفصال قاسي شوية. يعني تقلمت شوية برج الخوت. نشوف بقى الحبيب اللي بيرقب ده. مشاعره ايه? مشاعرك. شايفك ازاي? شايفه ازاي? لا 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 لا. في واحد شايف دوت اني شايف كده? عايد نشوف هنا اه ناوي على ايه? او ناوي ايه الخطوة اللي ياخدها? وانت ناوي على ايه? الله. الله برج الجوزاء ظهر لنا بوضوح. يعني بيقول لنا انا مسيطر هنا. طيب اه. العلاقة دي اه هو شايفها? هتبقى عاملة ازاي? اوكي? اه? او شايف ان الخطوة دي هتؤدي الى ايه في الاخر اكي? عشان تبقى يعني نبقى مع بعض يعني. طيب انت شايف العلاقة دي ازاي? ونصيحة في الاخر. طيب. مبدأين كده برج الحوت. الشريك زي ما يكون كان اه في عزلة. اكي? لان انا عندي هنا كارت زهر متل هو بتتعامل مع برج العزرق. وعندي هنا برج السراطن كمان. انا اقول الابراج كده واشنا ماشيين بالترتيبة عشان ناسة بتسألني مورتيش الابراج مورتيش كزا. ومش لازم الابراج. يعني ممكن يكون برج وميزان بس طاليا جوزاء. عشان ما فاهمين يعني. لان دي طاقة. ايه طاقة مش اكتر. طيب. اه طبعا ده كارت برج السراطن. ده شخص اه فجأة كده فجأة دون اي مقدمات فاق من غيبوبة تقريبا كان نايم فيها ولا حاجة. وعايز ياخد قرار. عايز ياخد قرار. ومحتار ما بين القرار ده وقرار ده. ده شخص طبعا الكارت العربة. محتار ما بين قرارين. يعني يخش مين ولا يخشش من. طبعا الابيض والاسود بينين اهم. اه في مقابل ان انت مشاعرك ازا صام. انت انت ممكن تكون اه مش مشاعرك حلوة بالنسباله. انا ما بقولي هنا مشاعر الشريك ممكن تكون مش بالنسبالك انت. ممكن تكون مشاعره حاليا عموما يعني. تمام? فهو حاليا محتار. اوكي? انما انت انت شكلك زي ما انت لك انت عايز تتدي يعني شيء جديد مشاعرك. اه مش عارفة جبالك ازاي برجو الحوت انت تشافيت. بالزبط كده. انت تشافيت. لان زي الصام بيجي بعد دايما ديئة. بيجي بعد خنقة. بيجي بعد قرف. بعد بكاء. بعد اي حاجة بقى عموما اي حاجة بقش. فانت مشاعرك مزهزه. سجاجي كده اللي تلعيد لما بنغسلها بتبقى مزهزه. هي كده. بالحرف. وانا لسه عامل يعطي اوضيحات. هقولك هو عايز ايه هنا. فخلينا نشيل الكروت بتاعتنا اللي هنا دي هيا. دي هيا. ونشوف العربة. كده العربة شريت. هو الظاهر كده والله واعلم انه محتار فعلا. اه. اوه. لا 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 يا برجو الحود لا لا. اتعملت ايه في الشريكة برجو الحود. ده دفاق فعلا بعد غيبوبة. ده ظاهر انه هو ام النوم كده دور عليك ملقكش. قال ينهر ازرق. هو راح فين. سي برجو الحود ما اقول لكمش. بنختكي مرة واحدة. مرة واحدة كده. ممجيش سبيق انظر. بالزبط حرفيا كده. فام النوم الصبح كده قال الله. هو طب ايه ده ايه راحت فين ولا ولا راح فين. طب ما دور علي طب مش عارف ايه. ممكن يكون الشخص ده ما كانش مبين لك مشاعره خالص. نهائي. وكان مبين لك بس الوش ده لان انت شايفه كينج اوف سردس. كينج اوف سردس شخص. مخبي مشاعره شخص. ماسك سيفه على اي حاجة وبيتلكك. وممكن يكون كان بيطنشك. تبعط له مسج مايردش. تكلمه مايردش. يكلمك بمزاجه ويخلص الكلام بمزاجه. وانبتدي بمزاجي وادخل بقوة شخص من الآخر كده عنيف. بيصد. لانه مسك على مشاعر. فهو مسك على مشاعره. ولكن حاليا هو عايز يجي. عايز يجي يقدم لك. او ماي جود. او ماي جود. او ماي جود. او. ده بيحبك قوي. بحبك قوي 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 برج الزهور. يا برج الخوط يعني مش مش زار. ده عايز بجد يعني عايز بداية جديدة. عايز بداية حقيقية. بداية بقرار. فعلا هو شكله كان بيستهبل مثلا. كان بيستهبل كان بيتلكع معك. كان بيي مثلا تقوله ازاي يرد عليها بعد يومين مثلاً يعني. الشخص ده عايز التباعد اللي ما بينكه ده ينتهي بقى بالزبط. احنا بلنا تباعد. بنكلم بعض في الاحلام. على فكرة هو بيحلم بيك. ولما اقول بيحلم بيك مش لازم يكون بيحلم بيك اللي هو بيشوفك بقى على الاخصانة بيض. وقال لا 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 لا. ممكن يكون بيحلم بيشوفك مثلاً في لقطة في الحلم كده. فعايز ينهي التباعد ده بقى. وفرصة جديدة. نبدأ بقى فرصة جديدة بقى ونبطل بقى. انا بادق بجد. بادق بجد. الشخص ده تقريباً زي ما قلت لك كان مخاب مشاعره. كان قافل على مشاعره. وحططها كده جنبه وبيرفضك بيصدق. فانت زهقت. قلت له خلاص يا عم بقى. لما انت خلاص شكراً يلا عم نروح بقى. خلاص اهو. انا حكمت بالعدل لانا جاي لك ولا انت تروح لي. وسلام عليكم وعليكم السلام. وانا اروح لي اشوف لي بقى حد تاني تديه الحب اللي عندي ده بقى. ما خلاص بقى. خلصت. صحي من النم ملاقش. انت مشاعرك زي السامن. انت ممكن تكون لما هو يجي لك انت هتبقى فرحان قوي. بس انا هقول لك انت هتبقى فرحان. بس في نفس الوقت هتباين بقى طبعا بقى برج الحوت لما كرة تجي في ملعبه. بيتنج بقى. هتبقى فرحان وسعيد جدا. ولكن ممكن تكون مسلا اه يعني مش هتتغر. ولكن هتقول معلمه درس. معلمه درس. هو يعني 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 يسيبني ويمشي. و اه شفت شفت اه انت تعبان قوي برج الحوت. تعبك قوي 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 قوي. تعبك قوي. انت كمان انت تشافيت. انت تتشافى. انت انت انتظرت رجوعه كتير قوي. الشخص ده قلمك بطريقة ما تتصورش. الشخص ده ممكن ما تكونش خيانة. بس ممكن بتكون مسلا رائبته مسلا فلاقيته بيعرف ناس تانية. وانت بتتكلم معاه. طب يا عمي طب بتكلمي وبتكلم ناس تانية. طب يا سيدي ما تفهمني حقيقة مشاعرك دي ايه? لا ما بيردش. وانت عندك حليل شديد قوي ليه. مع انك واخد العشر صيوف. بس برج الحوت بها نعمل في ايه? القلب الطيب ده نعمل في ايه طيب. وخلي بالك. هو شعر ان انت انت الحب الحقيق. انت الحب الحقيق. ما تخافش. انا عارفة ان برج الحوت بيندم جدا على الحاجات اللي ادهال شخصي. مثلا ديك التمام. ادهال حاجة ما تخافش. الكرة في ملعبك. انت انتظرته كتير قوي. قوي. انتظرته يتعدل. مرة واثنين وثلاثة. قدرته تنبيات مرة واثنين وثلاثة. لغاية ما قلت بس كفاية. عشر صيوف كتير قوي. يعني زي ما يكون حصل شيء خلاك تنهي الموضوع. تقوله مع السلامة بقى كفاية. كفاية بقى انا خدت عشر صيوف في الظهر يا اخي. وانتظرتك بين فيك كفاية. بس بينو بينك انت وحشت يعني. حرام بقى. فانا متفقلة بالكابتين دول. لان هو عايز يجي. اوكي بس هو محتر شوية. بس نييته حلوة هو. نييته حلوة. ده يجد بقى. انا هقولك بحبك بجد والله. مش هقولك الكلمة الاولى بها اخيرها كاف تبقى بفتيك. لا لا لا. هي بحبك. ايه بحبك. طيب هو شايفك ازاي شايفك هو شايفك عرض. بس عرض هو مش هوار كبير ولا صغير. بس هو شايفك فرصة. تمام? فرصة. انت فرصة. فرصة اه فرصة حلوة. بكل النواحي بقى. انت فرصة حلوة. فرصة اه شكلا. اه وشايفك ان انت شخص يعني ينجذب جدا. وان انت كنت مقدم له عرض حلو قوي. يعني هو شايفك فرصة وشايفك العرض كمان انت كنت مقدموله عرض صادق. مش اللي هو اي كلام. بس عرضك كان صغير. يعني اللي هو كنت داخل اه بس مش قوي. كنت اش داخل معه قوي. بس يعني انت برضو شخص جذب. وشايفك فرصة. شايفك فرصة فرصة حلوة. فرصة اي مش اي كلام يعني. في المقابل انت شايفه الكنج اف سوردس. طاقة الهوائية غالبة قوي. هو المائية برضو. الكنج اف سوردس شخص زي ما قلت لك جامد اه في المشاعر قوي. بيخب مشاعره. ودايما دايما كلامه تقيل. يعني وتحس ان هو انا اسفة في الكلمة غبي. يلا. غبي. غبي في التصرفات. ومش بيوزن مش بيوزن تصرفات. ممكن يرافع سيفه على اي حاجة. اي حاجة رافع سيفه. يعني ايه عمي طب ما تاخد لا ما باخدش ود. طب لي انا عملت لك ايه لا ما باخدش ود. انت شايف ان هو جامد المشاعر بس هو مش جامد المشاعر يا برج الحود. الظاهر والله اعلم ان الشخص ده كان عنده ازمة كمان. الشخص ده كان عنده ازمة وبيحلها. ده كان سبب التباعد. ان هو كان عنده ازمة. والازمة دي كانت مخلياة كده. ممكن تكون ازمة مالية او ممكن تكون كنتوا في علاقة السلسية. وهيتخلص من الطرف التالت ويجي لك. هو كان عامل الوش ده لانه ما كانش عارف يعمل ايه. يعني اروح لده ولا اروح لده. وكان محتار. هو شخص محتار. مش عارف يعمل ايه. طيب. انت يا عم انت اللي عايز تقدم لي كاس الحب انت انت بقى هتعمل ايه? ايه الفرصة? ايه ايه مش الفرصة? ايه اللي بيفكر يا مالو? هو 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 ندمان جدا. قوي. ندمان لدرجة انت متى بيخيلهاش. وانا عارفة ان في ناس تقول لي لا 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 ده عمره مبقى ندمان. مش بيبين. بص انت شايفه ازاي? دي اللي انت شايفه ده حقيقة هو ده اللي بيزهره للناس. انا جامد انا قوي انا ايه? ولا تقصر معي. ولا ولا ايه حاجة. الخطوة اللي هياخدها انه ندمان قوي. ممكن يكون حيرجع بس هيرجع وهو مخزول ومكسوف منك. لان انت مقابله باللافرز. انت بتحبه يا برب الحوت اول. مسلا مش عارفة اقول ها لك ازاي بقى يلا. فهو لما يرجع الخطوة ان هو عايز يرجع بس ما هيبقى مكسوف. يعني ممكن يتكلم معك بس اللي هو يتكلم ايه مسلا عامل ايه ازايك? مسلا ما نتكلمش كلام مباشر. تمام? يعني حتى هنا شخص نخبي. نخبي مشاعره. فهو هو ممكن يرجع ولكن آآ هيرجع اللي هو مش مش الرجوع اللي هو ايه مسلا انا يلا نجوز دلوقتي. او يلا نرجع دلوقتي حالا. لا. هو هيبقى نكسوف اوي. وبيترقب انت هتعمل ايه? لانه الشخص ده شكله آآ عنده كبير عالي اوي. اوي يعني مش زر. وآآ يحبش حد يجرحه. ولا حد لو برج الجوزاء يبقى لانا بقوله ده صح. آآ. بالزبط اهو. شوف الكارت التالت كانت علاقة سلاثية. كانت علاقة سلاثية. زي اللي انا قلت بزبط. فيه قرار هو خده. الشخص ده. يا اما اختار طرف غيرك في الاول خالص. وبعد كده تبين لي ان الطرف ده اي كلام. وينها العلاقة دي كان كان في علاقة كارما. شخص ده كان في علاقة كارما. لو انتم ما تعرفوش فممكن يكون كان في علاقة سلاثية. كانت في علاقة كارما. الشخص ده عايز يجي عشان شايفك الاستقرار. شايفك ان انت ممكن. بص بقى ركز معي. من البيج اوف بانديكلز للكينج. انت الانت البرينس. شوف انا لفقت. انا لفقت على كم واحدة ورجعت لي كنت في الاخر. انا شفت كام رجل ورجعت لك انت في الاخر. فهو عايز الاستقرار بس لو رجع هيرجع كده. عشان ما تستغربش. مش هيقول مشاعر خالص. هو الاول هيجس النبط. مساء الخير مساء النور. عامل ايه? او عامل ايه? متعرفش نعمة ايه اصل الفوتا الصغارة عملها تعيض والفوتا الكبيرة الام مش لايه. بس. هو ده اللي هيقوله. انه ما متتوقعش ادخل يقولك انا بحبك. لانه بص ايه كلمة هيجري هيطير. لانه يعني مش عارف مش عارف يوري وشه منك. انت انت شارك تلق معه طعنك عشر طعناط. هو عارف هو عامل ايه كويس قوي. عارف هو عامل ايه كويس قوي. وعارف انه كان مضيع فرصة من ايده. بس انت بقى مش هتسكت. انت هتقوله انت انت لسه هتندم وتعيط. يلا يا عام. يلا يا عام انا بحبك. زلافرز. انت هتبايله مشاعرك على طول ممكن. ولا هتعمل ايه. دعنا نشوف كده. بس برج الحود. هو وحشك قوي يا برج الحود. وانت هتفرح بيه قوي. بس ممكن يكون يعني اللي انت هتعمله ان انت لما يقولك انا غلط في حقك. وتعالى نصلح العلاقة. اه انت. مش معقولة يا برج الحود كده. وبعدين في قلبك الطيب ده بقى نعمل فيك ايه بقى? الشخص ده هيرجع وهو مجروح من علاقة سابعة. وانت هتقوله انا هشفيك. انا هخليك تتشافي. الشخص ده هيجي يقولك انا تعبان. تعبان قوي انا غلط انا عالف انا غلط. هتقوله ولا يهمك. ممكن تتعبو. بص ممكن في الاول تعمله الوش ده. ممكن. تعمله ان انت مش واخد بالك. منه. مسلا. او اللي هو اهلا مسلا تفضل. تفضل اهلا بيك يا اخوي اهلا. اهلا تفضل. اه ها ها خدت ايه ها خدت ايه من اللي انت روحت لها. كده مسلا. ولكن انت في غرضك جوا نفسك انك عايزش فيه. في غرضك جوا نفسك ترجع العلاقة دي تاني انت بتحبه. متوقع مروحك. ما تجدبش ع نفسك بقى. ما تجدبش ع نفسك اكتر من كده. اهو. انت جواك دي خطوتك. خطوتك ان انت ترجع له تاني. لان انت شايفه الاستقرار. هو شايفك وانت شايفه العشق كوبات. احنا متفقين انت متفقين. ده رجوع لا محال. دي خطوة اللي هو عايز اخدها. لو هو خد الخطوة دي انت هتاخد الخطوة دي. ما خدش الخطوة دي انا مشاخده خطوة دي. بس. وكل بساطة. طيب بص بقى هو قلقان من ايه? اللي قلقه او هو شايف ان العلاقة دي اه لو انا جت مسلا وقدمت عرض ايه اللي ممكن يحصل? بص بقى. عشان هو عارف اللي عمله وعارف انه هو استفزك واخرج اسوأ ما فيك. فهو خايف ان العلاقة دي تنتهي بالرفض. عشان كده مش عارف يوري وشه منك. خايف يرجع مع انك بتحبه. بس واخد يرجع. عمل بلاوي. الشخص ده عمل بلاوي. ايا كان اللي عمله بصوة عمل بلاوي. بلاوي بالنسبة لك. فخايف يقدم عرض. الشخص ده عنده كبرياء بشع. فخلي بالكم. عشان ده او زي ما قلت لك. هتصده جامد? هيجري. هيجري. فخايف يروح يقدم لك عرض ترفضه. يزعل بقى هو. يزعل. دايق بقى. ده عندك عروض تانية على فكرة. بس انت كنت منتظر عرضه وقصت كنت منتظره. ومرجعش وخايف ظنك كتير قوي. سهو خايف بقى بعد المدة دي كلها. يعني هي هتقبل هتقبل مني ان هي ترجعلي. يعني بعد اللي احنا عمل ده فيه. يتعامل فينا ده كله. هيقبل. آآ يتكلمني مرة تانية. اوه خايف كده. بس انت شايف عكس كده. ان ده حاجة غريبة يعني. شايف انها هتبقى علاقة فيها تواصل جامد قوي. يعني شايف ان هي علاقة حلوة قوي. يعني ايه ده في ايه? على فكرة ممكن تكون العلاقة الكراءة عكسية. وممكن يكون هو اللي شايفك انت اللي جامد. وانت بقى اللي ندمان. بس ايه ما اعتقدش ان انت اللي ندمان. ما اعتقدش يا برج الحوت. برج الحوت ما بيننبش على اي حاجة سابها عموما يعني. ده طلعت لك مقلوبة. وده كمان مقلوبة. كبير ورق انا عدلية. لا مش عدلية تخيل? يلا. جات مقلوبة. وكويس ان هم جوا مقلوبين. شوف بقى يعني حظك يا برج الحوت. ازاي خدت الورق ما بصتش فيه. وكارتك هنا كمان. بص يا برج الحوت دي من عند ربنا. خلاص مش هتكلم تاني. شخص ده كان بيتلاعب بك. مش في الاول مش بيتلاعب. كان بيتملص منك. تيجي تقوله ازاي كعمل ايه رد عليك بعد ثلاثة ايام. الحمد لله كويس. كان كل ما تقرب منه يبات. قرب ايبات. العلقة دي كانت افقان. لو كنتم مرتبطين فهو هراك 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 خيانة. تتكلمه تلاقيه ويتنج مع واحدة. مسلا. تكلمها هتلاقيها مسلا عاملة لايك لواحد مسلا عاملة بتاع اي حاجة. المرة دي عايز يجيلك بعرض. عرض حقيقي. عرض مش هجدب. عرض كل حب. انا حسبي امتك. انا مش هجري منك تاني. انا بحبك من الاخر. انا عايزة شيء بقى اللي حصل لي. شخص ده. يا اما هي حاجة من حالتين. يا اما هو فعلا سبت وبعض وهو اكتشف امتك. يا اما دخل في علاقة تانية كانت علاقة ثلاثية. وطرف التالت بالمعنى الادقة كده. مش هايزة اقول الكلمة علاوة بس هو خات الصابونة. طيب. اللي مفرحني في الليلة دي مع انك انت اه هو خايف منك. ولكن العلاقة دي مستقبلها ان شاء الله بازن الله في الشهر. لو انتو رجعت البعض. وكان فيه شوية اعتاب في الاول الحركات دي كلها فهتبقى علاقة جميلة. مش علاقة سلسية لا لا لا. هتبقى هيبقى فيه احتفال. هتحتفلوا. مقلوبة دي ولا ايه? لأ. هتحتفلوا. ممكن ممكن اه. ده ممكن يقول لك ايه نعزة اتجاوزك. يلا يا عم. يلا يا عم نتجاوز يا عم انا ما خلصت خلاص. شخص ده عايزة اتجاوزة ده. هو ده. هو ده الكلام اللي يفرح. الشخص ده عايز ينهي الماضي. بنقفل صاب حاجة. قديمة بقى اقفل بقى يا برج الحوت بقى اقفل وركز معايا كده. ركز ده نتوقع مروحك يا عم. دي العلاقة هي دي انا انا شايفك لو انت واحدة شايفك والعلاقة دي كان حزين جدا على انها انتهت. اكتشف ان انت الصمي بتاعه. بص. بص الورقة بتكلم والله. اه. انت توقع من روحك بتوع بعض يعني مش يظهر. الشخص ده لو كان بيه تلاعب بيك فهو عرف قلطته. طيب. اه لو لو رجع يا برج بالحوت في انتصار. ده ده انفحك انفحك تكفل يا برج بالحوت. لو رجع تاني. انا عارفة ان مشاعرك كويسة زي الصعنة هتفرح. بس هل برج الحوت اه مش هارفة اللي بتطلقي. اه في حد ما بينمش. في حد ما بينمش. ممكن يكون هو. اه في كاس حب هيتقدم طيب حالي. تمام. في برج الحوت تعطبه بهدوء ولا تكمل في هزي العلاقة. اعطاك يا برج الحوت ان انت مفروض ان انت ما تعدبوش قوي. لأ. يا برج الحوت هيبقى ما تكبر عليه بقى. مع انت جيت ليك ملعبي. اه انت خايف. اه. شو قلت لكم? انا كنت شكة انا في حاجة هتحصل. لا 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 لا. ليه كده يا برج الحوت? ليه كده? ليه? الكوين الكوين. ليه 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 ليه? ليه? انت هتديله كلام جميد قبل. ده انت شايل له شوية كلام لا حصل ولا يحصل. مش بقول لك انت وعشان كده خايف منك. ومش عايز بالزبط ومش عايز يوري وشه خالص. ده هو بيحسد قلبي الف حساب. يجي ولا ما يجيش. ده انت يعني شال منه بطريقة. وعايز انت انتقض. وعندك هواجز. انت بتقول في نفسك. انت انت في غريب او يا برج الحوت. انت بتحبه. وعايز معه جواز. وفي نفس ذات الوقت انت خايف منه. بس هتحصل خناء. هتحصل خناء. وهتديله كلامي يعني جامد. مش هزار. اللي هو بص بقى. انا رفع لك سيفي وجايل لقعه. انا اللي خايفة منك ولا اي انتاش. انا مش خايفة منك فالص. طب الخناء دي ممكن يعني. بتصفر عن ضحايا. اه. هتوجع قلبه. هتوجع قلبه كامد. الخناء دي. هتوجع القلب قوي. قوي. هتوجع له قلبه. ممكن ما يبينش. بس بعد الخناء دي. في شابطر من القصة دي هينتهي. الا وهو الشابطر السيء. وهو ده اللي مفروض يحصل. انت جات اهلا وسهلا. انا بحبك اه. وحشني قوي. بس استنى بقى معلم. لان النشايلة منك كتير. في قصة جديدة هتبتدي. قصة فيها استكرار كرتك يا برج الحود. انت هتبقى. من اخر كده الشخص ده هيقولك بص بقى. هو في حكمة. في بداية جديدة. الشخص ده هيقولك انا ملكي ايدك. انا ضايع يا معلم. انا خلاص. انا عرفت نفسي. انا مانيش في انه هعند صاحب بنات. لا خلصة. انتي 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 كنت الام الحنونة. انتي الام الحنونة. اه هاي بقى فيه اهو. هتشتقله على العلاقة دي قوي. وهيبقى فيه رد سريع منه. استكرار. في استكرار. الاعلقة دي هتتزبت. هتتزبت. الشخص ده هيتزبت. انا عايز اقولك الشخص ده تعلم درس. بس ايه هو بقى مش هيقوله لنا. مش رد يقوله لنا. هو ماط يرسه في الارض. وخايف يقول. هو ظهر كده انه. هو راح لحد تاني. بس انتي يا برجو الحود. اه مطعون منه قوي. بس يعني. يعني مش عارفة. بس انت قريك الحرية. ولكن انت عايز ترجع. اهو. عايز ترجع. انت عايز ده. انت عايز تطير عليه. وهيبقى في استكرار بعد الخناء دي. وهيشتعل عليك. ما تقلقش. هيشتعل عليه. لو ما كانش بيهتم هيهتم. هيبقى فيه سيطرة. هتبقى. برج الحود اعتقد يعني الكلام واضح جدا. ان شاء الله بازن الله بازن واحد احد رجوع. بازن الله ان شاء الله. والتلات سيف دول هو اللي هيبطعن مش انت. لان انت هو الموطي راسه مش انت. انت زال فل. بس انت بتحبه يا برج الحود. انا عارف ان برج الحود احنا بندي كلام بيونكا. بس والله ما بيبقى اصدرنا حاجة يعني من الوجع مش اكتر يعني. واحنا ما بنعاتبش حد مش عايزينه في حياتنا. طيب اه برج الحود كراءة شعر تمانية خلصت. اه ان شاء الله بازن الله حعمل كراءة عن المنفصلين في فيديو لوحده. كل برج وهيبقى ليه تلات كروت. بالترتيب كده فيديو كامل كل الافراج. عشان الفيديو ده ما يبقاش طويل. وعشان كمان اللي يدخل ما يعودش كتير يعني في الفيديو. فمرسيج جدا يا برج الحود. واتمنى اتمنى اتمنى الكلام في الورق ده بازن واحد احد بازن واحد احد يتحقق. لان انت موجوع قوي قوي برج الحوت. وانا نفسي موجوع يلا مش هنتكلم كتير. فان شاء الله بازن الله هيرجع بازن الله ويتعدل. طيب بنقول الابراك تاني عشان الناس بتسأل بس. احنا عندنا ابرك ترابية. ادي ابرك ترابية. وده ده وده برج الجوزاء. اوكي? الشمس والشمس هنا في برج الجوزاء. برج العقرب والاسد. تمام كده? وده برج هوائي برض. وعندنا برج السرطان. وبرج مائي. اي ان كان اي هو البرج ده. وايه تاني يا ربي? وقلنا برج العزراء قبل كده. وايه تاني? ابرك ترابية زي ما قلنا. ومعتقدش فيه برج تانية. اه لا مفيش اي ابرك تانية. اه طبعا برج انتا. كارتك انتا. لو بتتعابل بقى ما حد برج حوت فهوه. ظاهر لنا. هيجي اقدم لك العرض اللي تشيب ده. اه. وبرج الجدي. فمرسيه جدا 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 يا برج الحوت. وان شاء الله بازن الله بازن واحد احد